شهد سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية رئيس وفد مملكة البحرين بدورة الألعاب الآسيوية فوز الرباع من سيان جور بالميدالية الذهبية في نهائي مسابقة رفع الأثقال لوزن أكثر من 105 كيلوغرام وعاش وفد المملكة فرحة كبيرة بتحقيق ميداليتين ذهبيتين لكل من رياضة المصارعة ورفع الأثقال ليرتفع حصاد البحرين من الميدالية الذهبية إلى 12 ميدالية في إنجاز تاريخي غير مسبوق بعدما حصدت البحرين في نسخة جاكرتا عام 2018 عشر ميداليات ذهبية نحن نعتز بتصريح وجلالة الملك وهذا يعطينا دافع كبير لبذل مزيد من العطاء الحمد لله والله اليوم يصرنا أن نحن نحضر الويتلفتين وفوز قور بالميدالية الذهبية وهذا يعني فخر واعتزاز أن نحن نشوف ليس بس النفوذ لكن حتى كسر الرقم الآسيوي في الكلين انجيرك وفي السناتش فصراحة شي طيب وبالعكس هذه كلها بركات وتوجيهات سيدي جالة الملك وسمو ولي العهد وسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد نقدم لهم تبريكات والتهاني مناسبتها لنتائج الطيبة وإن شاء الله دايما ما تشوفون الأخبار إن شاء الله اللي تسركم إن شاء الله اشتركوا في القناة